دشنا وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني عمليات مخيم نور العيون الطبية المجاني لإزالة المياه البيضاء وتركيب العدسات بتقنية الفاكو في ساحل حضرموت بتمويل مؤسسة أمنا خديجة الوقفية وتنفذه مؤسسة حضرموت للتنمية الريفي وخلال التدشين أكد الجيلاني أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن مشيدا بالمخيم الذي يستفيد من أبناء المناطق الريفية بمديرية الشحر ووادي المعد ومناطق وادي عرف من جانبه أوضح رئيس مؤسسة حضرموت للتنمية الريفية سعيد البحسني أن المخيم يأتي ضمن اهتمام المؤسسة بالقطاعات الصحية والمناطق الريفية ذات الاحتياج معبرا عن شكره للسلطة المحلية ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان في تدليل كافة الصعوبات لتنفيذ التدخلات الصحية